مجهد يا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو أنتم متعودين دايما تكون معايا الدكتور إيمان سلام ولكن هي اعتذرت لظروف خارجة عن إرادتها النهاردة طبعا أنتم عارفين أننا كل حلقة بنتكلم عن إنجازات الجمعية في الفقرة الأولى لكن عايزة أقول لحضراتكم أن الفقرة الأولى والفقرة التانية مرتبطين ارتباط وثيق الصلة ببعض إزاي؟ الفقرة الأولى طبعا إحنا هتكلم عن إنجازات الجمعية ومدى يعني إنجازات اللي حصلت في الأسبوع الماضي طيب أنا بتكلم عن إنجازات الجمعية ليه؟ بعرف مين هي الجمعية؟ وبعرف إزاي إن الجمعية بتقوم يعني بعمليات شاقة جدا تفوق طاقة البشر لكن جمعية إنقاذ حياة طفل بفضل الله عز وجل يعني بتقوم بالعمليات دي بالمشاركة مع بعض الناس أيضا ولكن عملية جمعية إنقاذ حياة طفل يعني بتطلب من حضراتكم أن انتوا تتبرعوا وتشاركوا معنا بتبرعاتكم ويعني ياريت ياريت أهل الخير يشاركونا ويتبرعوا معنا لإجراء عمليات أخرى كبيرة جدا عجزنا إن احنا يعني نعمل التكاليف دي لكن بفضل الله أولا وفضل تبرعاتكم إن شاء الله حتم في الفكرة التانية حتكون معنا يعني حالة من الحالات إن شاء الله عز وجل نقدر نقوم بالعملية دي بفضل الله عز وجل وفضل تبرعاتكم إن شاء الله لكن في الفكرة الأولى كما عودناكم عايزين نتكلم عن إنجازات جمعية إنقاذ حياة طفل الإنجاز الأول عملته جمعية إنقاذ حياة طفل عملية تسبيت فقرات يعني نصيس كلا لو سمحت ممكن حضرتك تنزل بالتقارير اللي معنا عملية تسبيت فقرات العملية دي تكلفتها 15 ألف جنيه 15 ألف جنيه جمعية إنقاذ حياة طفل قامت بـ اهي معنا هي جمعية إنقاذ حياة طفل قامت بالـ 15 ألف جنيه كلهم وبفضل اللي قال الحالة خرجت من المستشفى وتم إجراء العملية الحالة التانية عملية استقصال ورم لطفل تكلفت العملية حوالي 6 ألف جنيه أو 7 ألف جنيه والجمعية اتكفلت بنصف المبلغ تقريبا 3-3.5 وتم إجراء العملية الورم كان في الفغد والحمد لله يعني تم خروج الحالة من المستشفى العملية التالتة أو الحالة التالتة كانت عملية لوز ولحمية لطفلة تقريبا في سن 6 سنوات وتكلفة العملية كانت 5 ألف جنيه والجمعية قامت بيهم والحمد لله ربنا يسر وتم خروج الحالة من المستشفى النهاردة أنا عايز أتكلم مع حضراتكم شوية في موضوع يعني الصدقة يعني الله عز وجل ليه طلب من الإنسان أنه يتصدق وأنه يخرج زكاة ماله وأنه هو يعني يطهرها أنا عايز بس أحكي قصة قصيرة كده في ست مصرية يعني القصة دي حدثت قصة واقعية حدثت بالفعل الستة دي كانت ماشية في الشارع في يوم من الأيام فكان وجدت في الشارع طفل يتسور يعني طفل يبحث عن الكفافة فالستة فتحت الشنطة بتاعتها كالعادة يعني ستات مصر ربنا جزيهم خير فتحت الشارعات دا لو هي مش معاها بتفتح الشنطة بتدور يمكن ربنا عز وجل يكرم هذا الطفل على إيدها أول اللي في الشنطة دا رزق الطفل ففتحت الشنطة فبتبحث لقت 40 جنيه طب الطفل يعني مثلا يوم ما تديره هتديره مثلا كام خمسة عشرة اثنين تلاتة طيب فهي في غاية الحاجة وفي قمة الحاجة للفلوس دي طب تعمل ايه قعدت يعني تطلع مثلا عشرين لا هتطلع مثلا عشرة لا هتطلع خمسة يعني اطلع الخمسة وتردها ما كانها تطلع العشرة وتردها ما كانها اطلع العشرين وتردها ما كانها فبعد صراع مع النفس وبعد وسوسة الشيطان قررت انها يعني تخرج نصف المبلغ اللي في الشنطة بسرعة كده قامت بطلعها ومديية للطفل في ايده كان هي كان معاها 40 جنيه تمام فاخرجت 20 جنيه من اللي معاها وتصدقت بيها ودي كانت كل ما تملك في الحياة هما 40 جنيه اللي كانوا في شنطتها طيب وخلق ومشت يعني وانصرفت بتقول والله مفيش نصف ساعة نصف ساعة الا وقابلتها واحدة معرفها من زمن بعيد كانت تقارفها من زمن مثلا وقاعدين مع بعض في مكان ما فطلعت مثلا التانية من شنطتها طلعت لفة كده او سرة زي ما بنقول احنا بالمصر سرة كده وجدت حطها في شنطتها حطت الحاجة دي في شنطتها بعد ما مشت الست فالتانية بتفتح لقيت ان السرة دي كان فيها كام 2000 جنيه 2000 جنيه يا الله بقى الستة تصدقت بـ 20 جنيه ربنا يبعت لها 2000 جنيه طيب ازاي هي دي المتجرة مع الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه الله فيضعفه له ضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يعني الست ايه قصة الـ 2000 جنيه ان الستة دي كانت معاها قليها فلوس عند الستة صاحبتها فربنا كرمه وسخر الله الستة دي تيجي تديها فلوسها في الوقت الحالي طيب بعض الناس قد يتسألون او بحيسألوا انت بتكلمنا في الموضوع ده طيب احنا من طيب انت بتقول لنا الكلام ده ليه طبعا من حقك ان انت تسأل انا بكلمك بقولك الكلام ده ليه لان انت لو تجرت مع الله عز وجل تجارة ربحة 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 البيئ ان شاء الله عز وجل يعني عايز اتكلم مع حضرتك برضو في قصة اخرى احد طلاب العلم يعني كان واحد من حفظة كتاب الله عز وجل وكان برضو كان في لا يعني لا اتذكر كان ماشي في الشارع برضو او كان في حد كان طلب منه صدقة او يعني في حد كان تعبان او في المستشفى وكانوا عايزين تصدقوا يعني بينمولوا فلوس مثلا او حاجة ازا كده فالرجل ده انا عارفه معرفة شخصية الراجل ده ايه اللي حصل معاه الراجل ده هوت يعني كان معاه مبلغ برضو بيتين جنيه طب بيتين جنيه دول هم كل ما يملكوا من حطام الدنيا طيب يعمل ايه فجاء تصدق بيتين جنيه ودهم ليه المريض تمام المهمة ربنا كرمه بعدها بيومين او ثلاث ايام دخل مسابقة في حفظ كتاب الله عز وجل وكسب منها كام عشرين الف جنيه تمام فبرضو بعدها بيوم او اتنين حد قاله ان فيه مريض اخر طب هعمل ايه طب ازاي انا كسبت عشرين الف جنيه ومن حفظ كتاب الله عز وجل هعمل ايه طب راح تصدق بالعشرين الف جنيه كاملين في باب خير اخر تمام المهم بعدها اسبوع حصل انه تمت استضافته لانه كسب او تم استضافته في احدى القناوات الفضائية المصرية وعلى انه من حفظة كتاب الله عز وجل وتم تكريمه طيب فبسأله انت عملت ايه في ال عشرين الف جنيه اللي معاك اللي انت كسبتهم ودتهم فين قالهم والله القصة حصل واحد انه انت كان فيه واحد مريض وتصدقت بالفلوس دي للمريض كلها قاله رجل اعمال كبير جدا في بيشاهد الحلق قاله حتى الموزيق قاله انت بتشتغل ايه قاله انا مش بشتغل فرجل الاعمال ده عمل ايه تصل على الهواء مباشرة وقال له 200 الف جنيه لحضرتك مكافأة على الجزاء ما عملت مع المريض المريض ابو 20 الف جنيه وما حكاش القصة بتاعت 200 جنيه لا حكا القصة بتاعت ال20 الف جنيه 200 الف جنيه بعدها بثواني معدودة اتصل رجل اعمال اخر 200 الف جنيه بقوا كام 400 الف جنيه بعدها بثواني معدودة اتصل رجل اعمال اخر وظيفة مرموقة لحضرتك في الشركة بتاعتي كل ده ليه عشان تصدق ب200 جنيه هي دي التجارة مع الله عزوجل ربحت في الدنيا وان شاء الله عزوجل ستربح في الاخرة ان شاء الله بعد الفاصل هنلتقي بحضراتكم مع اسرة عندها بعض المشكلات اتمنى من الله عزوجل ان حضراتكم تساعدونا وان حضراتكم يعني تقفوا معنا يعني الله عزوجل هو ان شاء الله اللي هيقف معنا هيسخركم لنا ان شاء الله ان انتوا تتبرعوا للناس دي وان شاء الله ربنا عزوجل يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال انتظرونا بعد الفاصل وان شاء الله كرام وراجعة لحضراتكم مرة اخرى بعد الفاصل ومعنا ومعكم ام شروء اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك عامل ايه الحمد لله ربنا عزوجل تشرفت بحضرتك النهاردة ربنا يخليك ام شروء عندها بعض المشكلات بعض المشكلات يعني ايه بعض المشكلات التي تواجه ام شروء اه عمليات لولادها الزوج مريض اه يعني الحياة صعبة شوية كل ده احنا اتكلم فيه مع ام شروء يعني ام شروء الاول في البداية عايزة اسأل حضرتك سؤال انتي ازاي تعرفتي على جمعية انقاذ حياة طفل كانوا عاملين عندنا معرض معرض بتاع مليبس يعني للحي عندنا تمام وفي حد اتصل بي وقال لي كنت انا بسعى عشان عندي شروء عايزنا عمليات كتير شروء عندها عمليات كتير او فرجليها فرجليها طب ايه قصة شروء هي مولودة عندها أسر بس كبير اوي فرجليها و المفصل بتاع الفاخد عايز يتغير أسره في رجليها اه ومفصل الرقب عايز يتغير من أول ما اتولدت يعني هم قالوا لي ان هي الحالة ندرة يعني واحد في المليون مش مش متعرف عليها يعني زي بقية الحالات يعني ممكن الأسر يكون خمسة سنتي عشرة عشرين لكن احنا الأسر بتاعنا كان معدي نصف متر في الرجل وهي كانت لسه زويرة خمسين سنتي اه فروحت هناك واسألتني في المعرض ده كل ده في المعرض تمام روحنا فكانت الدكتورة ايمان دكتورة ايمان سلام موجودة هناك وكان معي الدفتر كنت ايمية بجري عليها على حساب التأمين رحت ناريمان برضو ما معرفتش اوصل يعني مستشفى ناريمان ناريمان ومستشفى التأمين الصحي ما معرفتش اوصل فقالتلي طب انش ممكن تسافري بيها يعني ما تعملش العملية في السكندرية قلتلا انا اروح بيها اي حتة دكتورة ايمان او اي حتة قلتلها اي حتة مم فبالزبط كان مر يومين وهم اتصلوا طبعا احنا معندي ناش شبكة رنت كتير علي فمعرفتش توصلي فلاقيتها بعتلي رسالة انا حجلتلك عند دكتور بكر الشرشرف دامنهور دكتور بكر الشرشرف اه والمعد بكرة الساعة خمسة مم ده الكلام ده بعد ايد ايه من المعرض يومين يومين بالزبط يومين كانت عبال ما اتصلت وحجزت لنا فاحنا رحنا للدكتور كانت هي دكتورة امو فرانة عربية ودتنا كمان عربية امو فرانك توديكي ده من هو والناس كان في الجامعية فرع هناك استقبلونا ورحبوا بينا وحطونا كمان اكله من عشر السنين اه ودخلنا رحنا للدكتور اول ما شاف الحالة بتاعتي قال لنا هو هيعمل لها تطويل بس مش هيعمل لها من الفقد بس هيعمل من الفقد والسوق ا اه عمل لها عمليتين قال اه ان هو اه يعني لو التكلفة هتكون تمام احنا حنبدأ العملية من بعد بكرة يعني احنا ہنعمل التحليل لبكرة وهنعمل العملية اه اتصلوا بالدكتورة 이해 보통 له التكلفة العملية كم وقتها؟ يعني تقريباً وقتها كان ممكن تكون معدياً العشرين انا معرفش كم التكلفة لان انا هما ما بيدوش لحد فرصة ان هو يعرف اي حاجة هما بيعملوا كل حاجة في كتمين يعني اي تكلفة اي حق الدكتور بيقول عليه هما بيدفعوهم فوري؟ اه بسم الله م شاء الله فحضرونا الفلوس والتكلفة وكانت الدكتورة اليوم دوت فضلت صهرانة معينا لحد الساعة 4 الفجر 5 في ضمنهور ونزلت جابت لشرق حاجات وفضلت قاعدة معيها وصهرت معينا لحد كانت العملية صعبة لان هي رجلها كانت لغيرة جداً وهم بيعملوا بقى العملية دي بشونيور وحديد ومصامير وحاجات كده فغيبت اوي في العملية التطويل يعني عملية التطويل بيبتغدوا لوقت معها لا هي كمان الرجل كانت رفيعة فالمصمار كبير ومفيش مكان يعني يحطوا في المصمار بطوله فبدوا بقى يقصوا بقى من المصامير علشان البنت كانت لسه زويرة كان عندها يا مية تلات سنين تلات سنين اه فدي كانت اول عملية وبعد كده خلصنا العملية وروحنا طبعاً بيبقى فيه بقى علاجات ومضادات حيوي وسبريهات ورش مضاد وكده كل ده تكلفة تكلفة مع بعض العملية يعني العملية اه هي تكلفة مع بعض العملية اكتر من تكلفة العملية اكيد بعدين كل ده على جمالية انقاس حيطش اه بعدين الدكتور سيفر كنا باياميها بنطول ما كناش عارفين حنعمل ايه فواعدونا لحوالي 5 6 داكاترا علشان كانت الدكتور عائزة تتطمن ان مفيش اي حد يقولك كلمة تكون غلطة على العملية فم فروحنا الدكتور امفم او باقتبعتنا كل في كل مимо حتي هنا عشان تتاكد ان العاملية تكون صحيح اه لو قاله وقفوه يبقى احنا وقفنا مظبوط لو قاله هنكمل هنكمل مظبوط فروحنا ولحد ما راست ان احنا هنوقف لحد 10 سنتي 5 في السوق و 5 في الفقد 5 سنتي في الفقد و 5 سنتي في السوق ده اول عملية اول عملية تمام ووقفنا بقى التطويل وبعد كده بدأنا بقى في اللي هي رحلة اللي هي التغذية والعلاج قعدت حوالي 8 شهور او سنة في الجهاز وبعد كده رحنا فكينا كنا بقى منتبع يميها مع دكتور اياب بدوي وفكينا بقى الجهاز وفكينا الحاجة وبدأنا جبس بانطالون جبس كنا بنعمل البانطالون الجبس ده كل شهر بتروح تتحجز السبوع عبل ما يحضروا لها التحليل والحاجة بتاعتها وتعمل بانطالون جبس بعدين قعدت حوالي 6 شهور او 7 شهور في الكلام ده وبعد كده الدكتور قال لي تقعد شهر يعني ما تنزلتش رجليها الارض رجليها دي ما تلمسش الارض شهر رجليها ما تلمس الارض فاحنا عادنا فعلا شهر فاخر يوم في الشهر ده كانت قعدة فمجرد بس هي يعني هي قعدة مجرد ان هي نزلت رجليها ورجليها لمست الارض رجليها تقطمت قطمت قطمت يعني تعمل رد تحت الإشعة ببنج ببنج فطبعا عبال ما دخلت كانت آخر مرة بقى هتموت بقى خلاص قعدوا يفوقوا فيها ما كانتش بتفوق تمام طيب العمليات يعني لو حضرتك تتذكري شروق من يوم ما تعبت من 10 سنين تقريبا عملت كم عمليات حضرتك تتذكري يعني حوالي 6-7 عمليات 6-7 عمليات وصلت لحد فين يعني آخر مرة كان الدكتور أمين عبد الرازي قال الطول بتاعها 35 يعني فضل 35 بس هي ما طولتش الـ 15 دول لأن هي طولت أكتر من كده لأن هي فضل 35 ولا فضل 15 فضل 35 فضل 35 سنط بين 50 سنط لا مال إيه هي كل سنة بتكبر تمام بتتول ففي رجل بتتول ورجل مش بتتول أكيد طبعا فطبعا الأصبح الطول ما بقاش 50 الفرق ممكن يكون مثلا 75 يعني كل سنة كل سنة فالرجل بتأسر الرجل بتأسر يعني برضو خلينا أن يكون وقعيين إن شاء الله يعني باقي 35 يعني بسم الله ما شاء الله ممكن يكون الرجل زادت 50 بس مع الزمن ممكن يكون زاد 25 سنط بالضبط يعني فضل 35 عزيه بس أوصل لحضرتك إن هي مش كل العملية دي تولت فيه 15 بس لأ طبعا تولت طبعا كتير الله يفتعل حضرتك يعني لأن إحنا هو الدكتور مفاهمني إن هو فيه أساسا الرجل فيه دمور ففيه رجل بتكبر مقدار معين والتانية بتتول أحاجة بسيطة عشان كده ده بيجي من هنا الأسر يعني أكيد طبعا طيب هو الشروق عندها عملية التانية إمتى عندها عملية يعني نص الشهر الجاي دي تطويل وتركيب مفصل تطويل لا ده عملية دين في عملية تطويل وتركيب مفصل مش تغيير تركيب عندها المفصل مخلوعة أكيد أكيد هتركب المفصل وحتعمل تطويل يعني أنا عايز أوضح لسادة المشاهدين إن التطويل بيكون عبارة عن إيه حضرتك ممكن يعني توضحي اللي حضرتك عارفاه بالنسبة للتطويل أنا عارفة إن هو طوق حديد طوق حديد طوق مش طوق طوق حوالي 3 أو 4 طوق وفي كل طوق بيبقى فيه حوالي 4 مصامير وبتبقى المصامير دي داخل العطم بيخروموا بقى تقريباً اللحم والعطم والعاجات دي مش في نور عشان يثبتوا فيها المصامير وبعد كده في التطويل اللي إحنا اللي بنعمله وإحنا بروح للدكتور بعد شهر بيكسر وبيوسع بمفتاحين عشرة بيشد العدم بس مش بيشده كله عشان لو شد الوطر حيتقطع فبيشد نصف ملي الصبح ونصف ملي بالليل هو بيعملها لنا مرة وإحنا بعد كده بيعمل العدم بيشد نفسه أو الطوق ده بيشد العدم بيشد العدم مثلاً ويسيب مكان فاضي والعدم يبني مع نفسه جميل كده؟ جميل صح كده طيب العملية نرجع اللي ما رجعنا العملية بتاع الشروق هتتكلف قد إيه؟ لحد دلوقتش تكلفته بالصبت مع الدكتور ما قاليش يعني يعني من وجهة نظر إن هي مش هتقلها عن 30 30 ألف جنيه تمام اللي هي لتركيب المفصل المفروض إن إحنا المفروض تكون معنا الدكتور إيمان سلام لأنها يعني عيشة الواقع ويعني وحاسة وعرفة إن العملية دي هتتكلف قد إيه؟ تمام فبنعتزل لحضراتكم إن شاء الله هتكون معنا الدكتور إيمان سلام في عارب وقت والمفروض حتى إنها تكون معنا على اتصال لكن التليفون بتاعها مغلق فيعني إن شاء الله هنديكم التكلفة التقريبية للموضوع وإن شاء الله إن حضراتكم بقدر الإمكان تكونوا معنا بفضل الله وربنا عز وجل معنا أولا بتفضلي يا مشروب كل عملية هي عملتها وتكلفتها بعد العملية بنجيب جبس بكام وبتفك بكام وبتركب بكام وبتغير جبس بكام بتاخد بنجيب كام بتصرف علاج كام بتاخد تغذية كام هتعرف إن التكلفة ولو أي دكتور عدم عارف موضوع عملية التطويل بالذات معروفة تمام؟ عند أي دكتور عدم؟ تمام؟ كده يعني يعني حضرتك يعني ممكن تتخطط 30 ألف جنيه يعني في العملية اللي جاية فاضل عندها عمليات تانية طبعا يعني عمليات جاية ده هي هتركب لكن هي بعد كده هي هتغير انت قلت عملت سبع عمليات أو يعني بالتقريب أوه يعني فاضل كمان نقول سبع زيهم أو أكتر؟ لا أكتر شوية أكتر شوية الله المستعان طيب هل دور جمعية أنقاص حياة طفلك كان واقف مع حضرتك لحد شروق بس؟ ولا في حاجات تانية أخرى تعاملوا مع حضرتك فيها؟ لا إحنا عندنا الأسرة كلها الأسرة كلها؟ إحنا عندنا بنوتة صغيرة عندها ثلاث سنين ونص هي أول ما تولدت كان جالها التابر قوي وبعدين اتحجزنا يعني كانوا قالوا إن هم عايزين حضانة جوا عينية عشان كانت لسه ما كملتش شهر أما تحجزت يناك فالدكتورة كشفت فقالت إن هي عندها ثقب في القلب مسموع بالسماعة ثقب في القلب مسموع بالسماعة؟ وطلبت إن إحنا دي أختها؟ أوه صبيرة طلبت إن إحنا ميسا ميسا تمام طلبت إن إحنا نعمل لها إشعة فعملنا إشعة فطلع عندها ثقبين في القلب واحد بين البوتينين وواحد تاني يعني خارجي ممكن إن هو يلم مع نفسه ام بعد فترة كده كانت قريبة إن أنا اكتشفت إن هي إيدها يعني ذرقة إيد من إيدها ذرقة فما كنتش عارفة إيه سبب إلي في إيدها فكرته من القلب فلقيت الأيديها فيها زي وحمات كده صمرة فيها حتة صمرة كتير فقلت ممكن تكون دي وحمة يعني بس كانت كتير قوي بعدين رحت كشفت فقالولي لأ لقيت في حتة مكالكعة في أديها طبعا عملنا لها كشف عند دكتور أحمد أبو النظر فقالي عندها ورام دموي وده حميدي يعني وطلب إشعاعات دبلر على الأيد فعملنا لها الإشعاعات إشعاعات دولار دي مكلفة جدا ماي برضو دي برضو بتعملها الجامعية يعني اللي أنا بقوله لحضرتك ده كله تروح للجامعية آه هم حاولوني للدكتور هم حاولون عملنا الإشعاعات فقال لي هي عندها جلطات في إيديها بس لو كانت محتاجة إبر اللي هي اللي هي الكليكسال هي بتاعت تفتيت الجلطة بعدين يعني يما روحنا تكلمنا هناك وهي البنت ما كانتش عارفة تأخذ نفسها آه فحاولونا للدكتورة عزال بنهوي هي دكتورة أوعية دموية استشارية دكتورة عزال بنهوي آه في السكندرية فأول ما شافتها قالتلي لأ دي عندها جلطة على الرئة جلطة على الرئة ولازم تتحجز طب ماينفعش ناخد العلاج قلتلي لأ لازم تتحجز عشان هعمل لها إشعاعات وتحاليل فعملنا لها إشعاعات لأ روحنا اتحجزنا فجي دكتور اسمه أيمن فقال لي لأ البنت ما عندهاش حاجة اللي في إيديها دا حاجة عادية وهي نورمال ما عندهاش أي حاجة وتطلع نورمال طبعية وتطلع فإحنا قلتله طيب خلاص إحنا هنطلع فاتصلنا بالجامعية كلامه الدكتورة فقالت لأ ما تطلعش هي طبعا كلمتها بتمشي عليلة إن هي لسه شاري بتاع العنب دكتورة عزة فقالت لأ مش هتطلع فتعمل الإشعاعات عملنا إشعاعات إشعاع مقطعية بالسبغة أول ما عملنا الإشعاع يعني اكتشفنا إن هي عندها وراء معرقة فعلا زي الدكتورة مقالت هي كانت قيلة جلطة بس فأول إشعاع عم أثبتت إن في وراء فطبعا كانت متضايقة جدا وعدت تزعقى هناك وأنا قلت لكن البنت مش طبعية فيها حاجة فيها غلط مش مظبوط برضو هي بتتبعنا عن طريق الجامعية بتروح الجامعية وهم بيتصلوا بيها على طول فخدتنا وروحنا للدكتور مخ أعصاب قعدت تسأل طب نروح فين فقاله كذا دكتور فهي قالت إحنا هنروح لدكتور جان جيك جان جيك هو استشاري مخ أعصاب دكتور كبير وستقبلنا برضو كويس ودخلنا فقال إن هي لازم تعمل إشعاعات رانين بالسبغة على الفقرات القطنية والعنقية وعلى الرئة تانية عملنا الإشعاعات وعملنا إشعة تانية لايقيك وكده على الرئبة فبين بقى الإشعاعات إن فيه ورم في الغدة فيه ورم في الفقرات بتاعت الظهر وفيه ورم في القناة العصبية ده كل ده في ماسة أوه يعني عندها مثلا ورم في الرئة أوه تمام وورم في الفقرات أوه وورم في القناة العصبية تمام وورم في الغدة طيب طب كل ده تكلفته قد إيه؟ هي لسه فيه حاجة تانية؟ ما هي بقى فيه غير جلطات بقى اللي في إيديها بقى اللي مؤثر عليها تمام طلبوا عمليات ولا ما طلبوه؟ أوه هي قالتلي العملية هتتكلف متين وخمسين ألف متين وخمسين ألف جنيه أوه بس أنا مش عارفة كانت هيتكون هي دي تكلفة عملية واحدة ولا تكلفة كل العمليات للأمينة يعني تمام وأنا بس سمعت المبلغ تخضيت يعني عشان على بعضه فهم هناك في الجمعية قالولي مش مهم أي تكلفة وإحنا يعني الجمعية هتتكفل بالمبلغ ده أوه متين وخمسين ألف جنيه بس أنا كنت أساسا متوترة جدا وقلقينة ومش عارفة عمل إيه فكنا عايزين حد أوروم يشوفها لأن كل دولة دكاترة بس مش أوروم تمام يعني دكتور مخو أعصوب دكتور وجه ورقبة دكتور صدر دكتور كده ما أوعية أوعية دم أوعية وبعدين هي كان عندها مشكلة إن هي لو قالتلي الدكتورة إن هي عايزة دكتور تغدير كويس علشان ما يحصلهاش اختناء في العملية وعايزة عانية مركزة مجهزة لأنها هتعود وقت في العينية مش هتعود يوم أو اتنين وتطلع يعني تمام فالمهم إحنا حولونا إن إحنا نروحوا يعني مستشفى 57 مستشفى 57 في القاهرة في القاهرة هنا فإحنا رحنا كان معنا بقى الإشاعات والتقارير والحاجات بتاعتها قبل ما نروح لقصة 57 الجمعية يعني بتتكفل بعلاج الطفلة ماسة وقبلها أختها الطفلة شروق يعني أمو الشروق بتقول إن تكلفة شروق قد تتخطى المليون جنيه تمام؟ وتكلفة عملية ماسة تصل 250 ألف جنيه جمعية تنقص حياة الطفل أنا أعلم إن يعني الميزانية بتاعة الجمعية يعني ما تجيبش المبلغ ده ولكن ربنا عز وجل بيسخر ناس زي حضراتكم بيشيلوا الحالات دي فأرجو من حضراتكم إن أنتوا تبصوا لجمعية إنقاص حياة الطفل وتبصوا الحالات يعني بعين يعني رحيمة وإن أنتوا تتشركون بتبرعاتكم في جمعية إنقاص حياة الطفل وجمعية إنقاص حياة الطفل عاملة يعني حاجة جميلة جدا إيه هي الحاجة جميلة؟ إن أنت لو أنت عايز تتأكد بنفسك يعني تأكد على التبرع بتاعك وتشوفوا راح فين ممكن حضرتك بالتليفون نوصلك بالحالة نفسها وإن أنت تتابع معها من الألف للياء وإن أنت تتابع الفلوسك رايحة فيه الفلوسك إن شاء الله عز وجل رايحة مكانها أم شروع حضرتك قصة 57 ثلاثة سبعة وخمسين طيب حنروح معنا أم معمار ونرجع نكمل مع حضرتك قصة 57 السلام عليكم عليكم السلام وست الله وبركاته إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فاند أهلا بيك أنا معمار مسكين بره أهلا وسهلا بحضرتك لا أتشق بس للمدان جي تتواصل معي؟ نعم يا فاندم ممكن تجي رقمي بس للمدان تتواصل معي؟ تحت أمر حضرتك يا فاندم ولا الله أقدر عليها عدنوا معي؟ جزاك الله خيراً ممكن حضرتك تسيب رقم تليفونك في الكنترول وإحنا هنتواصل مع حضرتك وهي هتتواصل مع حضرتك شكراً لحضرتك بمعمار شكراً شكراً وبعدين يعني يعني كمان بابونا تعبين هو أساساً مريد روماتويد الوالد أو زوج حضرتك تمام طيب خلينا بس إيه؟ ناخد فاصل ونرجع لحضرتك المرة أخرى لا هناخد فاصل شكراً 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 دخلنا شافوا التقارير والإشعات تمام وقالوا لازم تتحجز وحولونا على تنطة تنطة وهي تتحجلت تقعدت هناك عشر تيه تمام حضرتك كان أكيد طبعاً بيقوم معاك وساعدك في دور جامد جداً طبعاً رب الأسرة ربنا يشوع فيه له دور مهم جداً 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 في حياة أولاده وزوجته طبعاً ربنا يشفونك وربنا يبركلك فيه قصة المرض هو عنده رومتويد وحضرتك عرف رومتويد وأعراضه كلنا أول ما كناش عارفين هو تعبان عنده ايه يعني فده كان قبل كمان ما نروح للجمعية لو سمحت يا أمو عمار بأس حضرتك يا أمو عمار الست معمار تتصل تاني بالكنترول تسيب رقمها عشان الخط فصل من عند حضرتك وما الحقيقناش نغد رقم تليفون حضرتك إزاكم الله خير فضل يا مشهور فكان هو عنده روماتويد ويعني عملوله بقى التحليل والإشعاية وكده بعدين روماتويد طبعا ليه يعني تبعيات بعدين هو عمل التهابات في الأعصاب والأوعية الترفية بتاعته بعد كده أخد كورتوزونات وعلاجات كتير طبعا فبقى فيه كولوسترول بقى فيه دهون الأسنان ما بقيتش موجودة دلوقتي أثر كمان على الفقرات بتاعت الظهر عنده الفقرات القطنية والعنقية عايزين عملية توسيع فقرات توسيع فقرات وعنده يعني فيه برضو عنده كتير مشاكل جات له تحوالي أربع خمس جلطات في رجله في الأوردة العميقة تمام كيف هي كده يا ما كتير خدي راحتك في الكلام وتقليش والحمد لله يعني والشكر لله يعني أنا يمكن موضوع البنت الصغيرة مكنتش أيلاله يعني بخاف أن أنا أقوله أنه هو ظروف التعب الجامدة ديات عشان نفسيا بيتعب جامد فأما لقيت بقى الموضوع بتاعها كان كبر علي وعلى طاقتش ما كنتش أدرة فكنا بالليل فأقولت له البنت في حصل معيها كان هو كل الكلام إن هي عندها حساسية بس فأقولت له لا الموضوع مش حساسية البنت عندها ورم في الحتة الفلانية في صدرها في الغدة في الفقرات طيب أعيز أسأل حضرتك يعني سؤال في الختاء اتفتر برضو الزوج أكيد فيه تكاليف لعلاجاته والكلام ده كله تكلفته كان في الشهر وأنا مش عارفة تكلفة العلاج لأن أنا ما بطلب الأدوية الجامعية بتجبها الجامعية المتكفلة بده برضو بس كمان أنا والمؤتلهم إن إحنا محتاجين عمليات ومحتاجين متابعة عندك تكلفة العمليات برضو حضرتك عرفيها؟ لا معرفش لسه أنا أساسا يعني هم قايلين للعملية ديت بقالوا إن حوالي كم شهر وهو رافض موضوع العمليات عشان يعني البنات عشان هو لو دخل في عملية حاليا مين حيوف معي لإن أنا لو أنا روحت للقاهرة بالبنت أو طنطة فهو بيقعد بالبنت التانية تمام لو أنا بالشروق عند الدكتور هو بيقعد مع البنت الزويرة فهو جاي برضو على نفسه وعلى تعبه عشان خطر يعني يبقى حد يقعد مع البنات يعني طيب مشروع الوقت خلص لكن الكلام مع حضرتك لسه مخلصش وإن شاء الله عز وجل السادة المشاهدين يكونوا شايفيننا وسمعيننا والأرقام بتاعت الجامعية موجودة على الشاشة حاليا واللي ربنا يكريموا ويقدروا على شيء يتفضل معانا زي السادة المعمار مش عارف هي سابة رقامة ولا لا إن شاء الله عز وجل ربنا يبارك في حضراتكم ويبارك في سعيكم زي ما قلت لحضراتكم إن التجارة مع الله عز وجل رابحة دايما وما فيش خسارة ما فيش خسارة من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرة والله يقفض ويبسط وإليه ترجعون الله عز وجل التجارة معه ليست خاسرة مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعوني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته